الحارس مارتينيز حارس المنتخب الارجنتيني يهاجم شرطي برازيلي بيهاجم الجماهير الارجنتينية حيث رصدت كاميرات المباراة اشتباكات عنيفة من جماهير ناجيين جماهير ناجي الارجنتين وناجي البرازيل قبل اطلاق صافرة حكم المباراة بداية المباراة وشهدت المباراة اشتباكات وتدخل الامن البرازيلي ليعتجي على جماهير منتخب التانجو خاصة ان المباراة مرتقبة بين الطرفين بسبب احتياج المنتخب البرازيلي للفوز في هذه المباراة بعد التعصر خلال المباراة المباراة الماضية وعلى اثر ذلك اشتباكات اندلعت بين قائد المنتخب الارجنتيني حيث صارع قائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي بجمع زملائه خرج بهم من ملعب المباراة معلقا لا يمكن ان تبدأ الامور بهذه الصورة لن نعود الى الملعب قبل ان يعود مرة اخرى من اجل لعب المباراة بعد تهدئة الاوضاع في المدرجات وتم تداول فيديوهات عبر بواقع تواصل اجتباعي بتوضح المشاجرة العنيفة التي حدثت اثناء مباراة ترجمة نانسي قنقر